ما أنت بتقول شعره؟ فكور محمود تبدأ بإيه؟ عاوز أبدأ تكملة على كلام جيمي لأن فيه لقطة كانت مهمة جدا برضه لمارس الكولر هو بيتكلم مارس الكولر من المدربين اللي بتعجبني جدا عشان هو دايما قري الجيم بدري بدري وبيعرف أنه هو يعمل شوية تغيرات معينة في الملعب أنه بتخلي الأهلي دايما هو اللي معه المبادرة المشكلة بتاعت بيرامدز كانت أن بيرامدز ما قابلش قبل كده فرقة في الدوري بتضغط عليه من قدام فالمشكلة أن بيرامدز اتخنق زي ما جيمي كان بيتكلم بس فيه كذا حاجة حصلت في الطريق أو النمط في الطريقة بالكورة بتاع بيرامدز خصوصا لما كانوا بيحاولوا اللعيبة التلات لعيبة لما مهند شين كان منزم على الاتنين سنتر باك تعالوا نشوف بالحالات حالات شابية شوية لجيمي بس فيه لقطة مهمة جدا للمارس الكولر كان بيتكلم عليه هنا زي ما انتشاف بس أنا عاوز أقف لحظة بص على الشكل الملعب اللي حصل إيه؟ الاتنين سنتر باك هتلاقي وسام أبو علي ماسك أحمد سامي وإمام عشور بيوجه دايما الضغطة وعاوز أتغط دايما على الراجل اللي هو محمود مرعي وهتلاقي أن كل لعيبة النادي الأهلي منتومان مع كلهم باستثناء واحد بس اللي هو بالاتي توريه لما كان بيروح زي ما انتشاف بالاتي توريه عند نص الملعب هتلاقيه دايما بترمي مع فيستوم مايلي بس اللي حصل تعلم فقط انفرج اللي حصل أول ما بيراميد هيحاول يلعب الكرة هتلاقي النادي الأهلي ضغط بشكل كبير جدا منتومان مفيش أي مساحة إن بيراميد زيقدر يطلع بكرة نمشي الكرة زي ما احنا مفيش أي مشاكل خالص كرة اللي بعد أبص هنا بقى الكريم لاحظة واحد نرجع برضو تاني قبل ما الكرة تتلعب الكاميرا دي عجباني جدا لأن هي موضحة الشكل أو الوقفة بتاع تلعب النادي الأهلي هنا حسين الشاحات اتأخر شوية إن هو يروح لكريم حافظ فأول ما الاتنين مهاجمين طوال نادي الإمام وسام ضغطوا على الاتنين سنترباك كريم حافظ كان لوحده فهتلاقي حسين الشاحات عطول بيروح هيراح على عطول ويروح على كريم حافظ نكمل بقى الكرة وإحنا بنتكلم كرة تلاقي بلكريم حافظ ضغطة عطول تلاقي كل واحد من لعيبة النادي الأهلي مع لعيبة نادي بيراميدز عشان كده زي ما انتشاف كل من اللي حاول بيراميدز يطلع بالكرة لازم النادي الأهلي يقطع الكرة لغاية لما حصلت القصة المعروفة وهي نزول مهند لاشين مع الاتنين سنترباك تعال بقى نتفرج هنا هنا مهند لاشين بقى ينزل بقى بص نقف بقى لحظة بص بقى الشكل بتاع بيراميدز زي التلاتة مهند لاشين نزل مع الاتنين سنترباك والاتنين بكات طارين ومنهم محمد حمدي اللي ماسك الخط هناك وكريم حافظ عندنا هنا تحت نكمل بقى الكرة فاول ما بيراميدز بدأ ياخد الكرة دي هنا وسامة ابو علي بدأ يضغط على التلاتة بعد ما كان المفروض وسامة ابو علي هنا كامل هو امام عشور بيضغط على التلاتة فبالتالي بيراميدز هتلاقي دلوقتي بقى ايه بقى بيمسك كرة وبيلاعب بيراميدز كرة هتلاقي كرة عمالة تتنقل وبيلاتي توريه هيبدأ ياخد الكرة تاني ويدور الكرة لغاية لما بيراميدز هيلعب الكرة الطويلة زي ما انت شايف هنا هتلاقي بلاتي توريه هو الراجل الفريمان اللي دايماً بيراميدز عاوز يميل عليه عشان يلعب الكورة تعال بقى نشوف اللي حصل من مارس الكولر بعدها بالزبط بثلاث دقائق ها دي الكورة الطويلة اللي تلعبت لمحمد حمدي ودي أول كورة تقريباً بيراميدز يروح بيها على مناطق النادي الآن تعال بقى نشوف اللقطة اللي بعدها تاني برضو إيه اللي حصل مهند لاشين هينزل جوه مع الاثنين سنتر باك بص بقى على مارس الكولر هيأملي هنا بص بقى وثامة أبو علي كان بيضغط فين بيضغط على التلاتة بص على مارس الكولر بس بالراحة بقى تحت شايف مارس الكولر بيشاور لي وثامة أبو علي وثامة أبو علي هيبصله بيشاور له بيقول له تلاتة وبعد كده هيقول له الواحد اللي هو بلاتي توريه ما تضغطش على التلات سنتر باك وخليك مع بلاتي توريه تعال بقى نكمل الكورة بص بقى وسامة أبو علي ساب مهند لاشين مش هضغط عليه أنا هفضل ماسك بلاتي توريه مش همسك فبالتالي أول ما بيرامدز هيحاول يلعب الكرة خلاص الراجل الفري اللي هيحاول يلعب بيرامدز مش موجود فبالتالي بيرامدز هيحاول أنه بص برضو كريم حافظ مافيش بلاتي توريه معامين وسام بعد وسام كان وافق قدام فهتلاقي أن محمود مرأة الكرة تفضل تتدور لغاية البيرامدز مش لاقي حل فبالتالي بيرامدز هيفضل يدور الكرة الحل الوحيد كان بالاتي توريه فهبص بص بص سامة أبو علي بيبص عليه إزاي هو واقف فين وأنا هقف معاه أول بقى ما مهند لاشين نلعب الكرة المرأة نلعب الكرة الطويلة على طول لمين السهلة عشان بالتالي ده أول نص ساعة حصل هو ده طب ده بقي علاقته بالجون إيه تعالنا تفرجة ده علاقته بالجون إيه بص على إمام عشور أول ما الكرة تروح لمحمود مرأة هيضغط على محمود مرأة على طول عشان محمود مرأة هو أهم لعيب في بيرامدز بيلعب الكرة الطولية اتقطعت ودي الكرة اللي جي منها الهدف بعد الهدف بالزبط بلقتين يا بص زي ما انت شايف قطع بس أنا بقى هنا عاوز أدي طهر كريدت في حاجة معلش بص على طهر محمد طهر نرجع بس قبل ما طهر يلعب الكرة خدعب فتاح طهر محمد طهر بيتظلم كتير جدا فيوقات معانا وبيخطئ كتير جدا بس بصراحة لما بيشيد لازم نتكلم عليه هنا بص يا كريم اللي حصل أول ما الكرة تلعبت خدعب فتاح طهر أول ما لعب الكرة نكمل الكرة زي ما احنا طهر لعب الكرة مين لخدعب فتاح أم طهر دخل جوه منطقة الجزاء بتعليمات لحظة بقى هنا قف بص على محمود مرأة مين واقف وراه وسام أبو علي تمام مين دخل جوه منطقة الجزاء طهر محمد طهر فمحمود مرأة أم سايب وسام وأم رايح على مين على طهر وعلى فكرة محمود مرأة أمور ده الصح بس كل ده ليه عشان الزيادة العددية اللي عملها طهر فخد تشتيت انتباه مين محمود مرأة فبالتالي وسام أبو علي بمنتهى السهولة حطه جنفاضي لقطة اللي بعدها الأخيرة برضو تكملت على كلام جيمي نفس الكلام برضو كل عبت النادي اللي قال لي بتضغط بص بقى امام عشور بيجري عشان عارف ان الكرة تروح لمين لمحمود مرأة أول المكرة تروح لمحمود مرأة أمام عشور بيضغط بقوة كبيرة جدا محمود مرأة هيشتت برضو مين هيسبق محمد عبد المنعم تاني والنادي الأهلي بياخدوا الكرة ودي كانت فرصة خاطرة برضو نفس الكلام للنادي الأهلي عشان كده بقولك أول نص ساعة مارسل كولر كان عالمي حلوة أول